السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية حبيبي قلب. النهاردة ده حبيبي قلب جاي نعمل الجمال ده مع بعض. طبعا لا. انا هعمل حاجة واحدة. حبيبي. عملوا الحمام الكذاب. عملوا البفتكي الكذاب. انا جاي هعمل معاكم الرز البسمة الكذاب. ازاي? واذا بتضحك علينا ولا ايه? لا. هنعمله مع بعض. وياريت. ايه اللي يشوفي الطريقة ما ينسانيش. باللايك. قولي مش مشترك في القناة يشترك. وياريت. اتمنى تكملوا الفيديو معايا للاخر. هو هتشوفه. حبيبي. نبدأ كلامنا بالصلاة عن نادي. ونسمي باسم الرحمة. ما قادرنا سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. معانا كسين. مكرونة لسان العصور. انا جبتها حوى علشان الحباية بتاعتها طويلة زي الرز البسمتي. معايا كيس. خلطة ايه? الرز الكبسة. هو ده اهم حاجة في الموضوع. معايا نص معلقة. لا دي معلقة صغيرة حبيبي. كزبراناشفة. زعتر. وورق غار عرفة مكعب مرأة. معايا فصينتم مطحونين او مهروسين. بصلايا فلفل احمر فلفل اغضر. ما فيش. عندك فلفل رومي العادي الاغضر. حتي. جبت الحلة حطيتها على النار. هنزل معايا كو بشوية زيت. لازم زيت مع السمنة او الزبدة. انا نزلت بشوية زيت. وحطيت زبدة. المادة الدهنية دي حسب رغبتك انت. هبايا. تقضي احد معايا. نزلت بكسين المكارونة. طبعا المقادير المكارونة دي حسب رغبتك. هتعملي اتنين. هتعملي تلاتة برحتك. هشوح فيها كده. عشان تتشرب من المادة الدهنية بتاعتنا. يا ريت تجربوها. هتقولوا. وي ده بتضحك علينا. لا. اكسن بالله. اكنك بتاكل رز بسمتي. فعلا. تحفى. وقلت كزا مرة. انا لما بعمل حاجة. لازم ادوقها للا حواليها. عشان اعرف الوصفة حلوة ولا لأ. هنقلف فيها لغاية ما اتعضب معانا. وتدينا اللون الدهبي الفاتح. مش هغمقها. هشوح فيها لغاية ما تدينا اللون اللي انتو شايفين دوة يا حبايبي. اكون محضرة. كيس التوابل اللي لقلنا عليه. او كيس بهارات الكبسة. نزلت بنص معلقة كبيرة. في نص معلقة. لا انا حطيت نص تاني يا حبايب قلبي. بصراحة. اقلف فيها كده. عشان تشرب من الخلطة بتاعتنا. الخلطة دي تحفة. الكياس دي بصراحة تحفة تحفة تحفة. اقلف فيها. وهنزل بعد كده هوت بالتوابل بتاعتي. خلاص. الملح ما تكترهوش نص معلقة ملحة او معلقة صغيرة. علشان خطر معانا المرأ. برضك مئيه مملح. والخلطة برضك مملحة. اللي هي بخلطة الرز البسمتي. خلاص. هنزل بالإيه؟ بالفلفل والبصل. ومعانا برضك فالسنتم مهروسين. كل ده هنشوحه مع بعض. عشان برضك الطعم هيبقى تحفة. انتو كمان انتو شوفوا الطريقة. وهتعرفوا فعلا ان الطعم هيبقى اكينك بتاكله رز بسمتي. هكون مسخنين ميا. انا بعمل كده حبيبي علشان ايه؟ اول ما بتحط الميا طبعا. الدهون بتطلع على البتجاز وبتعمل البتجاز. فالطريقة دي بصراحة بتعمل شوية بتحمل شوية الدهون اللي هتطلع. هنزل بالميا كده وهنزبط ميتنا. زي ما بتعملوا الرز العادي. خلاص. ولو حبيت ميا كمان زيادة مش مشكلة. ده بص الميا بتاحته مسفردة ازاي؟ ليه؟ الكيس اللي انا جايبا دوت بتاع الكابسة بتاع رز الكابسة تحفة تحفة. والطعم بيبقى خطير. ده بيغنيك تحطي بقى كوركوم والحاجات اللي احنا كنا بنحطها. هنقلب كده ونزبط ملحنا ونزبط ميتنا. هنغطي. هنشرب معانا. هننقله على العيني الزغيرة ونوتي عليه. عادي. اكنك بتعملي. قلنا رز. خلاص. اشرب معانا وحطيناه ونقلناه. انا كده في الوقت ده هقفل عليه. هطفى عليه. هوريها لكو بردك من قريب. اهو. مكرونة مفرفلة وما فيهاش اي حاجة. جميلة جدا. هبتطعو زي ما انتو شايفين. ربستها في الطبق. عملت جنبها. كفتة. اكسنية الكفتة. مش هنزلها. قال لها في فيديو تاني. تحفة. مش بقولها كده. اكسن بالله طعمه خطير. طعمه حلو جدا. محدش ده. وقال لما قال لي فعلا الطعم اكني بناكل رز بسمتي. حبيب قلبي. اتمنى حبيب قلبي. اللي اتفرج على الفيديو ما ينسنش باللايك. ويا ريت. تيجو معي لغاية الاخر علشان تعرفوا فعلا. انا مش بقول كلام. بص الكفتة باردك تحفة. بس هنزلها قلنا في فيديو تاني. جميلة جدا. وطعمها خطير. ما تنسونيش الاشتراك اللي مش مشترك. ولايك وشير كتير. اسبكم في رعاية الله.